كشف مصدر مطلع عن اتفاق بين الحكومة العراقية والمرجعية الدينية العليا يتعلق بالفصائل المتمردة المرتبطة بإيران المصدر بيّن أن الاتفاق بين الحكومة والمرجعية يتضمن رفع الشرعية عن الفصائل المسلحة المولية لإيران وأيضا العاملة خارج نطاق الدولة بيّن أن هذا الاتفاق جاء بتزاون مع زيارة وزير الداخلية العراقي لطهران وصدور بيان المرجعية الدينية والذي شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومع لقاء رئيس الوزراء محمد سوداني بمندوب الأمم المتحدة أشار إلى أن الفصائل كانت تتجنب أيضا بشرعيتها العقائدية الدينية إلا أن حديث سيستاني عن ضرورة الالتزام بأوامر الدولة وعدم التدخلات الخارجية يعد ضوءا أخضرا منه ومن الحكومة برفع الغطاء عن تلك الجماعات أضف أن هذه الخطوة في هذا التوقيت بالتحديد تعني تجنب العراقي ويلات الحرب وحتى أن حدث هناك أيضا استهداف فإنه سيستهدف فقط الفصائل القليلة المتبقية والتي تطلق أيضا الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف خارجية اشتركوا في القناة وكشفية وتحديث تحديث